وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إيايا فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إيايا فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفأً أحد رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إيايا فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إيايا فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا رواه البخاري ننتقل الآن للحديث الثامن عشر قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إيايا فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته هذا الرد يعني وأما شتمه إيايا فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفأً أحد رواه البخاري وفي رواية فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا فالبخاري هذا الحديث القدسي العظيم اجتمل على أصليني عظيميني من أصول التوحيد أولا إثبات البعث بعد الموت والثاني وحدانية الله وتنزيهه عن الصاحبة والولد واضح شوف العبارة الأولى قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إيايا فقوله إيش ها لن يعيدني كما بدأني إنكار البعث الرد على هذا وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته يعني أنا ما خلقتهم ما كانوا شيئا طيب أيها أيهما 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 أسهل أيهما أسهل خلق من العدم ولا إعادته بعد الموت إعادة بعد الموت أسهل وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولده وأنا الأحد الصمد إلى آخر حديث فإذن الأصل الأول إثبات البعث والأصل الثاني أن الله واحد لا صاحبة له ولا ولد إنكار البعث تكذيب لله لأن الله أخبر أنه سيبعثهم فقال في الحديث كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبوا إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وقد ذكر الله هذا في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظامة وهي رميم هذا التكذيب بالبعث قل احييها الذي أنشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير طيب في الحديث الله ينكر على هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا أمرين ما هما؟ التكذيب والثاني الشتم الشتم التكذيب بالبعث والشتم ما هو الشتم؟ قولهم أن له ولد مصاحبة فالشتم والتنقص يقولون له ولد عيسى عزير إلى آخره مصاحبة مريم إلى آخره وهو السيد الصمد الغني جميع المخلوقات خاضع له والولد يكون من جنس الوالد والله سبحانه ليس له ولد لم يند ولم يولد ولا له شبيه ولا ند ولم يكن له كفوان أحد وشتمني ولم يكن له ذلك وأما شتموا إياي فقولوا اتخذ الله ولده شوف لما دخل هذا أبو بكر الباقلاني رحمه الله لما كتب ملك الروم لخليفة المسلمين أرسل لنا أحد من علمائك يعني تناقش لما أرسل لأحد أذكياء العلماء النوابغ أرسل القاضي أبا بكر رحمه الله القاضي هذا لما جاء يدخل طبعاً هم قالوا هؤلاء المسلمون المسلمون لا يركعون لغير الله وكيف نبغي نخليه يركع هذا جيب مهندس الديكور نزل مستوى الباب صح جابوا مهندس الديكور نزل مستوى فأبوك رحمه الله لما جاء ووجد الباب ما راح يستشيو دخل بقفاه استدار ودخل بقفاه هذه أول ضربة كذا يعني هذه ضربة يعني ضربة في الصميمة تدخل يدخل بقفاه يعني هذه فيها ازدراع واحتقار ببالغ بس خلص هم يتسببوا فيها هم يتسببوا لما دخل أبو بكر رحمه الله وجد مجلس هذا يعني ملك الروم مليء بالبطارقة ورجال الدين وأكبر صليم فيهم توجه كيف حالك كيف الأهل والأولاد كيف الزوجة والأولاد كان يبشر فثاروا عليه ويلك ويلك وقّر صاحبنا وقّر صاحبنا هذا لا هذا لا يريق به الزوجة والولد يعني البابا وجماعته ما يتزوجوا يعني فوق مستوى الشهوات قال ويلكم نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد يعني هذه كبسهم كبسة وكتمهم كتمة خراص إيش شيء وهكذا أهل العلم هكذا أهل العلم فهذا الشتم والتنقص الذي يفعله النصارى بالله يقولون له ولد وله زوجة ليش ابن عمر قال سبوا ربهم سب ما أعلم أحد سب الله مثلهم لأنه أنت لما تقول له زوجة إيش يترتب على هذا كيف ينجب إيش يختضي هذا شهوة ووطأ ووا تعالى الله شوف الزب النصارى المسب الله لما يقول له زوجة وولد قال ابن القيم رحمه الله وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه يعني يحدث التكذيب الشتم والله حليم يصبر عليهم لو شاء عاجلهم بكل هواني لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفراني هذا في النونية النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل أهل الإيمان يبتنون ويشتمون ويؤذون لكن ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعله الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم رح إلى بلادهم يأتي واحد يقول أمطار خيرات نباتات ثروات وهو يرزقهم ويعافيهم روى البخارية وسلم قلنا إن هذا الحديث العظيم قد اجتمل على ذكر باطلين يتنزه الله عنهما والرد على كل باطل في الحديث فالأول التكذيب والثاني الشتم من العباد من يكذب الله ويقول لن يعيدني كما بدأني يعني لن أبعث ينكرون البعث ومنهم من يدعي له الولد أما بالنسبة لقضية التكذيب بالبعث فهذه من أعظم ميادين المعارك بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار العرب ومشركيهم عند العرب كان متأصلاً قضية إنكار البعث إنكار البعث يبعث عليه أمور ومنها أن أهل الهوى يريدون أن يعملوا ما يشاءون بلا حساب يعملون ما يشاءون من الباطل والمحرمات والشهوات والرضائل بدون أن يحاسبهم أحد يريدون ذلك فيقولون لا بعث حتى يعملوا ما يشاءون ولا يخش شيئاً ما ورانا حساب إنهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيها ولذلك تراهم يعمرون دنياهم جداً يهتمون بالصحة جداً يهتمون بالملذات الأكل الشرب اللبس اللبس الشهوة المركب القصر إلى آخره لأنه هذا كل شيء عنده هذا كل شيء عنده ما في آخرة بالنسبة له لا يؤمن بيوم الآخر ثم ليطغى ويظلم ويبغي ويسلب يأخذ مال هذا يعتدي على هذا يضلب هذا ينتهك عرض هذا ما في حساب ما في آخرة فعند أهل الدنيا هذا أسهل شيء خلاص إنكار البعث ونتهينا وما في تأنيف ضمير ويظن نفسه هذا هو هذا كل شيء علما أن عقلاء الدنيا لو قيل لهم هل تظنون أن هذا المشهد ينتهي هكذا يعني الظالم يموت ظالما والمظلوم يموت مظلوما والمقهور يموت مقهورا والمغلوب يموت مغلوبا والمسلوب يموت مسلوبا ومن سلبه وقهره وظلمه وبطش به وانتهك عرضه وأخذ ماله ومات على ذلك خلاص انتهى هذا كل شيء عقلاءهم يقولون لا أكيد ما انتهى كل شيء لا بد يكون في يوم حساب لا بد يكون في محكمة لا بد يكون في إعادة الحقوق لأصحابها وكثير من المظلومين ماتوا مظلومين وكثير من الظالمين ماتوا ظالمين يعني ماتوا في طغيانهم وقوتهم والمظلوم ماتوا مقهورا مسجونا مغلوبا مسكينا لا يمكن تنتهي قضيها حتى العاقل العقل يقول لا يمكن ان يكون تنتهي هكذا والذي قاوم نفسه وجاهد هواه وجاهد شهوته وجاهد ان لا يعتدي ولا ينتهك عرضا ولا يسلب مالا ولا يطغى على أحد ولا يظلم ولا يبغي وحبس نفسه وعن هذا وفوت ملذات وشهوات والنفس تشتهي والنفس تطغى والنفس تبغي تبغي على غيرها تظلم فالذي منع نفسه من الطغيان والظلم وفيه مكاسب دنيوية يأخذ مال الغير يستولي على ممتركات الغير فيها شهوة يأخذ الذي منع نفسه وجاهد نفسه وتعب هذا ينتهي المشهد بالنسبة له وهكذا بدون مكافأة فالعقلاء يقولون لابد من وجود محكمة ولابد من وجود يعني لابد من وجود يوم يصير فيه اقتصاص اقتصاص يعادة الحقوق إلى نصابها إلى أهلها القرآن الكريم حفل بأدلة كثيرة في مواجهة منكري البعث فتعالوا الآن يعني نستعرض وإياكم بعض الأدلة التي وردت في القرآن فالرد على منكري البعث لاحظت في الآيات والسور في رد على موضوع منكري البعث من عدة جوانب يعني مثلا مثلا اقسام الله عز وجل الأقسام العظيمة أنه هناك بعث زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن بلى والواو والقسم وربي واللام والنول التأكيد لتبعثن شوف كم مؤكد بالقسم والقسم وربي ذكر الرب واللام والنون طيب هذا طريق في الرد على منكري البعث أن الله أقسم وأكد بالمؤكدات العظيمة ثانية يلا هاتو طريقة ودليل إيش العنوان وإيش الدليل هاتو أن الإعادة أهوى من الابتداء الابتداء من عدم والإعادة بعد أن مات وكان موجودا فأيوهما أسهل الإعادة طيب الدليل الدليل من القرآن الله احتج على منكري البعث بحجج الله رد عليهم ردودا نبغى الدليل على أنه آهوا هذه الآية قبلها ما هو السؤال إذا فهمت السؤال تجيب الجواب صح ما هو الدليل من القرآن على أن الإعادة أهوى من الابتداء أهوى أهوى على الله من الابتداء أيوة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه ما هو الأهوى الإعادة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده طيب قال وهو أهوى عليه طيب الاستدلال بالإنشاء الاستدلال ببدء خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هذا يستبعد يكذب بالبعث طيب ما هو الرد رد القرآن رد الإلهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة طيب إذن هذا طريق في الرد الاحتجاج عليهم بالابتداء بالابتداء بابتداء الخلق أنه أنشأك من العدم وهو أهوى عليه فإعادته إعادتك أليس الذي أليس الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم هات آية بنفس هذا أليس فيها أليس أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أن يحيي الموت يعني من عمل هذه الأشياء أليس قادرا على إحياء الموت من عمل أشياء أكثر وأعظم ألا يقدر على إعادة الموت قال شوف من مني ثم كان علاقة فخلق فسو فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى يعني خلق من العدم وسواه في أحسن تقويم وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس من عمل هذه الأشياء وقام بها قادر على أن يعيدهم بعد الموت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت هذه ردود إلهية مفهمة غيره رد آخر لا هذه انتقلت انتقلت من واحد مكذب إلى عزير لا انتقلت الحين بدأت بإيش لحظة بدأت بإيش لآية بدأت بهات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه هذا الكافر قال لما يحيي لظامه وهي رميم فأماته الله مئة عاما ثم بعثه هذا عزير عليه السلام هذا مؤمن هذا بس من باب زيادة الإيمان يعني مثل أريني كيف تحيي الموت أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عاما ثم بعثه يعني هذا شيء وهذا شيء خلص إذا ما نجيب الكافر ما نجيب آيات الكافر نقول إن الله ذكر آيات في القرآن قصص على الإحياء مثل الرجل الذي أماته الله مئة عام مر على قرية ويخاوي على عروشها الجدران متهدمة والأسقف ساقطة الجدران متهدمة والأسقف ساقطة وأهل القرية ماتوا خلاص قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عاما ثم بعثه قال كم لبث قال كذا إلى أن قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة الحمار أمامه تركب عظما على عظم فصار هيكلا وكساه الله لحما وصار حمارا ورجع إلى الحياة فإذا نقول في الاستدلالات نحن نتعلم وإياكم موضوع كيف الرد وما هي الردود القرآنية أن الله ذكر في القرآن أمثلة عملية وقصص حقيقية لإحياء بعد الموت في الدنيا في الدنيا ومنها قصة الذي استبعد أن هذه القرية تعود إلى الحياة فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها ونركبها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير غيره دليل آخر مع الآية دليل مع الآية على في الرد على منكري البعث طيب هذا استدلال في الخلق يبقى استدلال في البعث بقرة بني إسرائيل ضرب الميت ببعض البقرة فعاد إلى الحياة جيد غيره ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم ها لا هذه قصة ثانية الذين خرجوا من ديارهم غير قصة الرجل الذي مر على قرية أي نحن نتكلم يعني هذه قصة أخرى يعني قصة ما هي نفس القصة أي لكن نفس العنوان نفس الموضوع ممكن طيب نبغى عنوان آخر ودليل له نعم تضر أحسنت أحسنت الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموت الاستدلال بإحياء الأرض بالمطر على إحياء الموت هاتي الآية يقول أنا أجيب لكم العنوان وعليكم الآية هاتي غيره إن الذي أحياء لمحي الموت غيره وترى الأرض هامدة وفي آية أخرى خاشعة طيب فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فقولوا إذن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير هذه آية صريحة واضحة في موضوع في موضوع الربط بين والاستدلال ب إحياء الأرض على إحياء الموت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير فانظر إلى آثار رحمة الله بالمطر بالمطر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف ينبت الأرض بالمطر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموت وهو على كل شيء قدير هذه آية أخرى بس تحت نفس العنوان العنوان نفسي طيب جيد الآن هذا أيضا رد غيره هذه في الخلق في الخلق نبغى في إحياء الموت في البعث في البعث مو في الخلق في البعث هذا هذا إقرار إبراهيم عليه السلام يميتني ثم يحين هذا نبغى ردود ردود مثل هذه يا أيها المنكر للبعث يا أيها المكذب انظر إلى الأرض الميتة كيف يحييها الله بالمطر فتنبت ومن كل زوج بهيج الذي أحياها قادر على إحياء الموت هذا هذا حج دامغة قال إبراهيم أريني كيف تحيي الموت رب أريني كيف قول إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير القصة المعروفة فجمع الله أجزاءها بعدما تفرقت وركبها وطارت بعد أن أعاد إليها أرواحها طيب نعم جيد كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الاستدلال بالخلق الأول طيب كنتم عدما فخلقكم أوجدكم أو كنتم في الأجنة بلا أرواح ثم نفقت فيكم الروح خرجتم إلى الدنيا متتم فيبعثكم مرة أخرى هذه طبعا هذه فيها جزئين فيها قضية أن الخلق ما خلقوا سدى ولا عبث خلقوا لغاية عظيمة وهي عبادة الله والثانية الإنكار عليهم إنكار عليهم وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون طيب فإذن الله عز وجل في كتابه رد على منكري البعث أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يعني هل أعجزنا ابتداء الخلق حتى يشكوا في إعادته في الإعادة هل أعجزنا هل أرهقنا هل أتعبنا هل كلفنا أفعيينا بالخلق الأول ما عينا به ولا تعبنا ولا لغوب ولا مس الله شيء من لغوب خلقهم بأيسر بأيسر يعني إن ذلك على الله يسير قال تعالى بل هم في لبس من خلق جديد ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه وكذلك قوله عز وجل وَلَا إِنْ سَأَلْتَوْمَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ طيب أنتم تعرفون أن الله خرقكم هو الخلق والإعادة أهوى من الخلق وهو بكل خلق عليم وفي آية ترد عليهم لما يأتي الواحي يقول طيب خلاص أكلته الأرض أكلته الأرض خلاص أكلته الأرض ماذا قال الله في قضية أكل الأرض للأموات ماذا قال الله قال الله قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ترى هذه فيها رد قوي بليغ 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 قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ شفت هذه دودة الأرض وَالْأَرْضُ مِنْهُمْ وَالْأَرْضُ مِنْهُمْ وَالْأَرْضُ مِنْهُمْ يعود كما كان تراباً الله عز وجل يعلم هذا التحلل لأجساد الموتى كم مقداره وكم ينقصه وكم منه يعود إلى التراب قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ما تأكل الأرض من أجسادهم بعد الموت هذه ترى فيها رد بليغ بليغ أحسنت هذا في تقريب الذي هو القيام من النوم النوم موتة صغرى فالاستيقاظ العودة إلى الحياة الكاملة بعد النوم هذا أيضاً فيها آية وَمِنْ آيَاتِ مَنْاَمُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهُمْ حتى المنام هذا وكيف يعني يتوفاهم يتوفاهم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وقال وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى يعني الخلق الأولى ما كنتم شيئاً كنتم عدماً فلولا تذكرون لولا تذكرون قدرة الله على إعادتكم وأن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن يعيدكم وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا استبعد ينكر يكذب الإنسان يعني كافر أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبله ولم يكو شيئاً هذه ترى الردون الإلهية غير لو يجي واحد يخترع رد هذا رد ردود المفحمة ثم قال الله عز وجل في سورة الإسراء ترى في ردود متقدمة جداً على موضوع على المكذبين البعث يعني وإذا قالوا وردوا إذا قالوا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا عِظَامًا وَرُفَاتًا الرفاة الأجساد البالية خلاص بلية أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا يَسْتَبْعِدُونَ استفهام استنكاري إنكاري أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا شوف الرد رد والله شيء شيء ما يعني حتى يمكن ما يخطر بالبال قل كونوا حجارة أو حديدة أنتم الآن تستبعدون البعث تقولون عظام وروفات بلية ونخرة عظام نخرة نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة في أرض المحشر زجرة واحدة نفخ نفخة ثانية فإذا هم بالساهرة أرض المحشر قال الله قل كونوا حجارة أو حديدة أنتم تستبعدون البعث تقولون لحم وعظم بلية وصارت العظام نخرة والجسد بلية واللحم راح كيف يرجع قل كونوا حجارة أو حديدة كونوا شيئا لا يهترئ ولا يبله لو كانت أجسادكم من الحجارة من الصخر الذي لا يبله شوف الجبال منذ أن خلقها الله في الأرض باقية صح؟ ما صارت نخرة وبليت وذهبت موجودة صخر 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 أو من حديد والحديد ممكن يبقى بعوامل معينة وبعض يصدأ يصدأ ويذهب قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم كالجبال مثل الجبال يعني شيء كبير في نفوسكم لو كانت أجسادكم من الحجارة أو من الحديد أو من الجبال الله سيعيدكم 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 قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة الذي فطركم أول مرة لو كانت أجسادكم من جنس من مادة السماء شفتوا مادة السماء المخلوقة منها السماء خلي أجسادكم منها شفتوا الجبال خلي أجسادكم منها شفتوا الصخور الحجارة خلوا أجسادكم منها أو الحديد ستبعثون ستبعثون أفرض أنك أنت جسدك صخر حديد ومت وسلب الله روحك وجسدك ما بليه ولا اهترأ ولا أكلته الأرض فسيقولون من يعيدنا؟ شف يعني هذه هذه سمع الله روحك هذا رد رد يعني خلاص ماذا سيفعل الكافرين؟ خلي جسدك صخر صخر ما تأكلوا الأرض بعد الموت ما تأكلوا ديدان الأرض ستسحب الروح تموت سيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة لأنه قادر وعلى الإحاذة ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبة يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا سبحان الله سبحان الله ما في جواب ما في جواب شوف من يعيدنا؟ متى؟ من متى؟ خلاص أفلسوا أفلسوا انتقلوا خلاص قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا ما يكون طيب إيش صار؟ انتقلوا إلى إيش؟ من يعيدنا؟ متى هو؟ خلاص صارت الأسئلة في مربع عاقر طيب مسألة طبعا إنكار البعث الرد عليهم فيه هذه يطول بس نحن الآن هذا فقط يعني شيء مما ورد في الكتاب والسنة تطمئن به نفوس المؤمنين ويتزود به الدعاة في مواجهة المكذبين لو جاءك واحد يناخشك على شبكة الإنترنت لا وما في حياة وخراص وهذه النهاية كل شيء الدهريون الدنيويون وما يهلكنا إلا الدهر ما في بعث أرحام تدفع وأرض تبلع خذ خذ أدلة وحجج الشطر الثاني من الحديث قال وأما شتمه إيايا فقوله اتخذ الله ولده وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفأا أحد الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في حاجاتها يصمد إليه الخلائق بالذل والافتقار وقد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته سبحانه هذا الصمد السيد الذي كمل في سؤدده العظيم الذي كمل في عظمته الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه الصمد الذي ليس بأجوف الإنسان له جوف 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 فيه فراغ فراغات جوة جوف البطن ذات جوف أصلا والله عز وجل ليس بأجوف سبحانه فإبليس لما خلق آدم طاف به قبل أن ينف تنفخ فيه الروح ولما رأاه في هيكل ومجوف من الداخل علم أنه خلق لا يتمالك يعني المجوف يموت يذهب إذن تكذيبهم إياه قالوا لن يعيدنا لن يعيد لن يعيدنا طيب الشتيمة أنهم قالوا الله تزوج مريم وأنجب عيسى تعال الله عن قولهم جعلوا له صاحبة وولد وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إدى يعني منكرا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولد كادت السماوات والأرض والجبال تذهب تنهد تتفطر وتتشقق من هول ما قالوا لأن السماوات والأرض والجبال تعرف ربها الذي خلقها ويروعها هذا الادعاء وهذا يبين أن الجمادات تشعر يعني بعظمة الله وحتى بالشرك الذي يحدث الله أخبرنا عن ذلك قال لقد قلتم لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه من هذا القول وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن يتخذ ولده إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عد قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني ما يحتاج ولد ليش يحتاج ولد ليه ليه يكون له ولد ليه هل هو مثلكم هل هو مثلكم أنتم تنجيون الأولاد تحتاجون إليهم غدا ولدك يحملك وينفق عليك ويعينك وإذا كبرت وصرت عاجزا وصرت مسنا ومحتاجا يقوم بك واستمرار لك من بعدك لأنك ستنتهي وتموت وهذا ذريتك وخلفك أنت تحتاج للولد الله يحتاج لولد قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني الغني يحتاج لولد له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا عندكم دليل أتقولون عن الله ما لا تعلمون والله يشوف الآيات كيف توبخ توبخ النصار توبيقا بليغا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون كلهم ما يحتاج إلى ولد ولا بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فالذي له ملك هذا كله يتصرف كيف يشاء ويخلق بالكلمة كن فيكون يحتاج إلى ولد يحتاج إلى يا أيها النصارى يا أيها المشركون يا أيها الكفرة لقد كفر الذين قالوا إن الله إن المسيح ابن الله ما المسيح ابن مريم وأمه إلا إيش ها رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ويش يعني يأكلان الطعام لأنهم بشر ويعني يعني بعد الطعام إيش فيه فيه إخراج فضلات فيه إخراج فضلات هذا ابن الله هذا ابن الله يأكل الطعام يخرج فضلات شوف الرد أصلا سعى الله العظيم علىها هذه النصرانية يعني ما ألأمهم وما أشتمهم لله وما يعني أشد إيذاءهم لربهم ما في سبحان الله وأمه صديقة كان يأكلان الطعام إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميع شوف هذا رد يعني رد آخر المسيح عند الله إيش كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون مخلوق يعني عيسى مخلوق 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 كمثل آدم ثم تقولون ابنك الابن بحان الله يعني كل ما تنظر في نعم الكفر البشرية إلا وتجد قبيحا سخيفا لا عقل ولا نقل ولا دليل ولا برهان قال واحد إنه إذا تأمل في أقوال أهل الكفر والباطل أن يحمد ربا أنه جعله مسلما والله العظيم الحمد لله الحمد لله نحن مسلمون الحمد لله حمد لله نقول كل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد يقولون المسيح هو الله المسيح ابن الله المسيح ثالث ثلاثة مريم زوجته وعيسى ورد تعال الله عن قوله يجعلون الله كالبشر يعني يتزوج وشهوة ووطن وحمل وولد يعني ما هذه الفكرة السخيفة بحان الله حقيرة يشتمون الله شتم وبعد يزعمون انهم يعظمون الله هذا يعظمون الله هذا دين عظمون بالله عليكم والله يدين هذا هذا الدين يفشل والله يفشل لواحد يعني يمشي كذا في الأرض ويعتقد ان الله ولد وصاحب غاية في السخف أعوذ بالله لو تشوف واحد يعني يدين بهذا الدين تقول ايش التخلف هذا ايش العقلية ما هذا الدين ما هذا الاعتقاد السخيف سبحان الله ما هو بحاجة ليس بحاجة لا لزوجة ولا لصاحبة ولا ولد وقام كفرت المشركوه الجن من العرب ما قالوا تزوج من سروات الجن وأنجب الملائكة الملائكة بنات الله تراه الكفار يأخذ من بعض ينسخ من بعض والله العظيم هذا الكفار بعض الاعتقادات العرب قالوا تزوج من سروات الجن يعني من سادة الجن تعال الله عن قولهم تزوج من سروات الجن وأنجب الملائكة بنات الله بنات الله ملائكة بنات الله تجعلون لله البنات وتشطفون لو أنت أخذون أنتم تلك أيضا قسمة انضيزة ألكم الذكروا أنه الأنثى الله يعني حليم حليم صبور سبحانه يشتمون ويرزقهم ويعافيهم له ولد الملائكة بناته عيسى ابنه وهو يرزقهم ويعافيهم شوف الحديث والله هذا الحديث يعني حديث عظيم عظيم يعني كيف يعني لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله لا أحد أصبر لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله طبعا في ملاحظة أن الإيذاء طبعا ذكر في الحديث هنا كذبني بن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك هل التكذيب الشتيمة تضر الله أبدا أبدا سيأتي معنا يؤذين ابن آدم يسب الدار وكل باب واحد يعني تكذيبهم لله وشتمهم لله وإيذاؤهم لله لا يضره أبدا ولا يلحق به سبحان أي ضرر من وراء هذه الشتيمة أو الإيذاء أو التكذيب شوف باب واحدة يؤذين ابن آدم يسب الدار أما تكذيبه إياي فقولني نبعدني كما بدأني وأما إيذاؤه وشتمه يقول إن لله ولد وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولده الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تأخذ الله لك سنة ولا تأخذ الله لك اشتركوا في القناة